بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كنتمنى تكونوا كاملين بيخروا على خير اليوم البنات سوف نشارك معكم واحد العجينة دي البيتزا المقلة التقيلة تجي اكتر من رائعة كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتنجح معكم وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بالشراك وإعجاب تفعلوا الجرس بيوصلكم جديد القناة وكتاب التعليق فضلا وليس أمرا نقوم على المقادر وطريقة التحضير المقادر نبدأ على بركة الله كما تشاهدون معي في المقادر سوف نشاهد الدقيق الأبيض دقيق الفورس الممتاز ومع مراج الدقيق الفينو أو الدقيق الأصفر وعندي شوية الزعتر أو زعطرة ونصف كاز زيت الزيتون دقيق بعبارة كاز العنبة ممكن تخلطه بين الزيتر النباتية وزيت الزيتون ومعلقة كبيرة مع مراج الخامير الفورية ومعلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ومعلقة كبيرة وزبدة ومعلقة كبيرة ونعجنها بالمدافي ومعلقة الخل لتضررنا العجين بالمعلقة ولو برقة الله كمتلا تشوفوا معايا خليت واحد الإناء غ agile ترفيدوكم جزلي في دقيق الأبيض طبعا يكون دقيق مغربل مضايق وسوف نضيف عليه الملح وذلك الساني دون الإبزار على حسب الرغبة الزبدة والخميرة الفورية نضيف الزعتر 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 نضيف المعلقة الكبيرة الخل الخل تعطينا الطراوة للعجين كما قلت لكم العجين تكون خفيفة على تشكل هذا بعد مجمعة العجين ديالي مدلكتها مواله كما شفته نضيف ذاك شوية ديال الزيت اللي خليت نضيفه على العجين ديالي صافي نضيفها ترتاح بعد ما تضعف الحجم ديالها تلاقوا إن شاء الله بعد مغسى مرة العجين كما تتشوفه نحايد من ذاك الإناء نحاول ما نفرش من ذاك الهواء نضيفه فيها نغرر شوية ديال فينو كما تتشوفه ونقصم العجين ديالي بالنسبة للكبيرات على حسب الرغبة سوف تديرهم كبار ولا صغار ولا تقطعهم بالمقطع سوف نضيفه متوسطين سوف نشكل العجين ديالي كويرات بعد ما نشكلهم تلاقوا إن شاء الله بعد ما نشكل الكويرات سوف نغطي عليهم نخلي مرتاحهم للمرة الثانية بعد مرتاحوا لي سوف نضيف الرشد خيق ونبسط العجين ديالي بالسعانة نضيفهم شكل دائري كما تتشوفه ونرى هجينة تكون الرقيقة ولا غليدة أنتو مع الحسب الرغبة دياليالكم أنا درتها رقيقة ونزيد نتق بها بهذه الأداة أو الفرشيطة بهذه الأداة أنا أخليتها 20 درهم 8 ديالها هبط وعملية وضغيات تتسالي نستمر بها الكيفية في العجين كامل وفي نفس الوقت راني ندرت المقلة تسخن نقص عليها النار وخليتها تسخن بالمسالة الكويرات ديالي ونبدأ نطيب إن شاء الله بعد مسالة العجينة وسخنت لي المقلة نبدأ بنطيب في العجين ديالي على نار متوسطى لا تجهدوش عليها النار باش تطيب على خطرها جيها غن حمروها وجيها اللي كما غتشوفوا معا من ليبان ولكم هذوك الفوقعات في العجين نقلبوها على الوجه الآخر ومرة مرة قلبوها حتى تتحمر من جهة وحدة والجهة الخرلة هالعجينة ديالي كما شفتو هالجيها غن حمرها هي اللي غن عمرو ومن تحتها نخليوها بيضا على تشكل هذا ده بندوز باش نعمر معاكم واحد ثلاثة كبيت زاد غنضير السلطة كما شفتو بالنسبة للسلطة رفيت وحضرتها معاكم في القناة سوف تلقوها الرابط ديالي في صندوق الوصف وهناي أخذت البصلاء والفلفلاء ألوان شحرتم شوي دية زيت البلديون من حول البزار وطيب شوي ديال الكفتة سيادرت لها الملحة والبزار سوف يغنزيين بيض زيت ديالي بالنسبة للحشوة أي حشوة تتفضلوا بلا اللي موجود في الدار ممكن تديروا فرد بيض زيت المهم هو العجين يكون عندنا ناجح وانتمنى تجربوهم في الشهر الفاضيل الله يدخلوا علينا وعليكم بصحة وسلامة سوف يغنزيين بهادوك الكفتة وانعود نطيبهم في المقلة بعد ما نسالي تشوفهم صحة تقديم بالنسبة للسلصة انا ردرت هنا يغر السلصة ديال الطماطم درت على شوية ديال الما ونملحة والبزار وشوية ديال الزعتر ودرت فاتك الزيت ديال الطون صافيه وشحرتها شوية في المقلة يلي زينت بيها ممكن تديروا صلصة جاهزة على حسب الرغبة كما سبق وذكرت كيبهت تشوفوا معي غنزيينها بالطون طون ديال الزيت وبيتزا الثالثة غنزيينها بلادان تفيمي ومطلقة ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هاد بيتزايت كيبهت تشوفوا معايا هنا يحخديت المقلة الثقيلة درتها سخنات مزيان ودرت فعل بيتزا ديالي وغطيتها تغطيها بأي غطاية ديال القميلة ولا متخلي واش تنفس انا راش اه 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 اذيك الفتحة ديالها بكاغض كما شفتم معي زين تاب فرماج والزيتون والزعتر كنقدمها بصحة والراحة كنتمنى للقتراح دي اليوم يجبكم ولا يجبكم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وإعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة والسلام عليكم ورحمة الله وصفة وحدة آخرين إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة